اهلا سيدة علاء ازايك يا عمر اهلا بيك اهلا بارك الحمد لله الله بخير كل سنة وانت طيب والسن اللي 40 احلى ولا 30 احلى من ناحية يعني كدماغ وكمخ و لا هي مش بتتحكم بالسن يا عمر يا عمر مش بتحكم بالسن لان انت ممكن يبقى حد عنده 20 سنة ودماغه كبيرة ممكن حد يبقى عنده 40 سنة وعقله صغير فهي مش بالسن يعني هي مش بالسن لا هي بالخبرة بالتعليم بخبراتك في الحياة بتعملاتك مع الناس يعني بحاجات كتيرة لكن مش بالسن مش مرتبطة بالسن لا خالص مين قال انها مرتبطة بالسن بالعكس احنا بنلاقي الشباب اللي طالع دلوقتي في منهم الجيل اللي طالع الجديد بيبقى 16 سنة و 18 سنة ومشاء الله بيبقى الناس دي دمخهم كبيرة جدا ومخترعين وعقلهم كبير جدا بنشكرك جدا يا عمر فالحكمة مش بالسن يا جماعة الحكمة دايما بالروح حلقتنا النهاردة احنا بنتكلم فيها ازاي اكتشف روحي احب الروح محبش الشخص محبش المظاهر الخارجية لان المظاهر خداعة ممكن شخص يبقى من زي ما بيقولوا من برها الله الله ومن جوه يعلم الله احنا عايزين ندور على اللجوه لان دايما اللجوه هو بيبقى مرايتك للشخص اللي قدامك ساعات ناس كتيرة جدا تقولك انا محطش بيفهمني انا كل الناس بتفهمني غلط لازم دايما لو انا شفت نفسي صح هقدر اوصل وجهة نظري صح فها مش بالسن خالص بالعكس هي بالروح بالتربية بالاخلاق بالخبرات بالتعليم بازاي اقدر اعبر عن نفسي واقدر اتكلم فيها وزي ما قلت او كنت بتكلم قبل ما عمر يتكلمنا بالتعليم